أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المساعي الدولية لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة استهدفت التأكيد على جدوى حل الدولتين وأضف شكري أن الخطوة التالية في هذا الإطار ستشمل التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإثبات الدعم الدولي الكبير لحصول فلسطين على العضوية الكاملة الأمر في الأمم المتحدة طبعا يتم من خلال البعثة المراقبة لفلسطين في الأمم المتحدة والقرار الذي تتخذه المدعوم من المجموعة العربية بعد فشل مجلس الأمن في الاعتراف بفلسطين كعدد كامل وهذا المسعى بالغرض منه هو تأكيد جدوى حل الدولتين وكان يجب أن يتم لإقرار مرة أخرى توافق المجتمع الدولي على حل الدولتين وجود دولة فلسطينية قائمة هناك اعتراف من حوالي 130 أو 135 دولة بالدولة الفلسطينية ولكن أن يتخذ مجلس الأمن قرار في هذا الشأن بالعضوية الكاملة له مغزاة وله تأثيره أتصور أن القطوة القادمة سوف تتم من خلال الجامعية العامة ومن المنتظر أن تأتي بتصويت واسع نطاق دعما لاعتراف بدولة فلسطين كعدد كامل في الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر